السلام عليكم خمول الغدة الدرقية أو الهايبوثيروديزم مشكلة بتصيب الغدة الدرقية تمنعها من أنها تقوم بوظائفها الأساسية هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الأعراض والأسباب وإيه المضاعفات اللي أنا ممكن أشوفها لو ما عليكتش الموضوع ده وإجابات لبعض الأسئلة زي هل هو بيأثر على الحمل ولا لا وإيه علاقة نقص هرمون الغدة الدرقية بالتحليل اللي بيحصل للأطفال في أول يوم الولادة هو تحليل الكعب نقطة الدم أو التحليل اللي بيحصل للدم من كعب القدم هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن كل النقط دي بإذن الله بالإضافة لبعض الأطعمة اللي هتفرق معك بإذن الله بشكل كبير جدا معاك الدكتور أحمد الشامي دكتور العراق طبيعي ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم مبدئيا لازم ناخد بالنا من الأعراض إن هي بتبدأ حاجة بسيطة وبتزيد مع الوقت مع كل ما الوقت يتقدم كل ما الهرمونات نقصها بيبدأ يقل كل ما المخاطر والأعراض تبدأ تزيد بيبدأ الموضوع الأول بتعب وزيادة في الوزن خلاص بدأنا بقى نخش في مراحل أعلى شوية بتبدأ تظهر لي مشاكل تانية زي إن التعب الموجود ده يبدأ يزيد شوية بيبدأ يحصل لي حساسية للبرد يعني الناس كانت بتستحمل مثلا درجة حرارة 20 17 18 15 لا دلوقت نفس درجة الحرارة الجسم مش قادر يستحملها ساعان بشكل كبير جدا عكس اللي هو كان متعود عليه قبل كده زيادة في الكوليستيرول امساك وجفاف في الجلد بالإضافة لو المصابة بنت بيبدأ فترات الحيض تكون غير منتظمة هي متعودة من فترة الحيض 3 أيام 5 أيام 7 أيام 9 أيام 10 أيام أي كان كل بنت بيكون لها فترة معينة لا بيحصل في لغبطة في فترات الحيض أو بتكون غير منتظمة بالإضافة لنقص في ضربات القلب يا مثلا لو 75 تبا 70 ضربات قلب ضعيفة بالإضافة لضعف في الزاكرة وهشاشة في الشعر كل دي مشاكل أنا ممكن بشوفها أو أعراض بشوفها وهنا هنقسم الموضوع لشقين لما بيصيب الأطفال ولما بيصيب القبار وهنا هرجع لك بقى النقفة اللي أنا قلت لك في الأول علاقة التحليل بتاع كعب الرجل اللي بيحصل لأطفال كتير جدا الفكرة كلها إنه في الأطفال لما بيبدأ يحصل الموضوع ده بيبدأ الطفل يعاني من أعراض زي إن اللسان بيكون حجمه كبير وخارج برة بتبدأ تحصل للمشكلة زي الإمساك مشاكل في النوم الطفل بيبكي بشكل كبير جدا وبيوصل لمنتر ترديشن أو تأخر عقلي الطفل نفسه بيتحصل له مشاكل كتير لو ما تعالكش دلوقتي الموضوع قل بشكل كبير جدا نتيجة إن التحليل اللي بيحصل بعد الولادة مباشرة من كعب الرجل اللي معظمنا بيشوفه بس ممكن مش عارف ليه الفكرة كلها إنك بتشوف فيه نقص في هرمونات الغضة الدرقية ولا لا لا تمام وزي الفل خلاص ما فيش مشكلة لا قليل بيبدأ يعوضه من صغره تجنبا لكل المشاكل ده بالشكل ده الموضوع قل شوية بالنسبة للبلغين أو بعيدا بعنا الأطفال اللي إسا مولودين بتكون نفس الأعراض شوية زيادة عليها بعض الحاجات زي تأخر في البلوغ وضعف في النمو العضلي بالإضافة لقسر في القامة يعني ما بتوصلش للطول الكامل الخاص بيه بالإضافة لتأخر في نمو الأسنان كده كده أنت عندك الأعراض الأساسية بيضاف عليها الأعراض دي فأنت أخد بالك برضو إحنا ما زلنا بنتكلم في أعراض مش سهلة يبقى أنا أقولت لك بتظهر في الأطفال اللي لسه مولودة بتظهر في الشباب والبلغين بتصيب أكتر بشكل كبير النساء في منتصف العمر طيب جميل إيه بقى أسباب المشكلة دي كلها لازم ناخد بالنا إن الغضة الدرقية موجودة تحت تفاحة آدم مباشرة شبه الفراشة كده لأنها لاجناحين الفكرة كلها النية بتفرز هرموزينات معينة مسؤولة عن الحرق تظبيط الحرق بالإضافة أنها بتساعد على درجة حرارة الجسم بالتالي لو حصل لي خلل أو مشكلة هتبدأ تظهر لي أعراض كتير طيب إيه اللي يسبب لي خلل من الأساس؟ مرض مناعي وهي إن الجسم بيبدأ يهاجم نفسه والعلماء ما توصلوش السبب الرئيسي أصلا إن الجسم يعني يهاجم نفسه قالوا ممكن تكون جينات وراثة ولكن يدي اللي لقوها إن مرض مناعي فالجسم بيهاجم نفسه فبالتالي حصل لي خلل في الغضة الدرقية الناس اللي بيكون عندها إفراز أو زيادة في إفراز هرمونات الغضة الدرقية زيادة إحنا بنقول نقص طيب تمام هنا لازم أوضح لك نقطة الهايبوسيروديزم عكسه الهايبارسيروديزم وده عبارة عن إن فيه إفراز زيادة جدا جدا ممكن بنتكلم عنه بعد كده فالناس اللي بيكون عندها زيادة أحيانا بتاخد علاج أو بتاخد أدوية علشان تقلل إفرازات الغضة فممكن الأدوية دي تشتغل بزيادة شوية فتخلي الموضوع من إن هو هايبر أو زيادة لإن هو هايبو أو نقص بالإضافة الناس اللي بتعمل عمليات زي استقصال جزء من الغضة الدرقية أو استقصال الغضة الدرقية الناس دي بتحتاج هرمون مدى الحياة علشان يقوم بمقام الغضة الدرقية بالإضافة لبعض الأدوية والعلاج الكيميائي الناس اللي بتاخد علاج كيميائي للكنسر يعني عفنا الله جميعا يا رب بإذن الله وشافها الجميع بإذن الله منه الناس اللي بتتعرض للكلام ده معرضين إن هم يعصل لهم قصور أو خلل في الغضة الدرقية طيب جميل إيه بقى الريسك فاكتور أو الحاجات اللي وجودها بيزود من احتمالية الإصابة والمضاعفات اللي أنا ممكن أشوفها لو ما عليكتش الموضوع أولا الستات السن خاصة فوق الستين سنة بالإضافة لتاريخ العيلة نفسه فلو أنت عندك والدك والدتك جدك جدتك حد من العيلة كان مصاب بالموضوع ده فأنت ريسك فاكتور فأنت معرض للإصابة فلازم تاخد بالك شوية من الموضوع ده بعض الأمراض زي السكر النوع الأول مثلا الناس اللي في فترة الحمل أو بعد الحمل حتى بست شهور طيب الناس دي تعمل إيه؟ الناس دي تاخد بالها إن لو بدأ يظهر عليها أي أعراض حتى لو بسيطة أنا قلت لك إن الأعراض بتبدأ بسيطة ولكن مع أن الهرمون يبدأ يقل يقل تبدأ الأعراض تزيد خطورتها فأنت أبدأ بالموضوع بمجرد ما تحس تتحرك على طول أو بمجرد ما تكون ريسك فاكتور ويظهر عليك شكل من ده بتتحرك على طول طيب إيه المضاعفات اللي أنا لو معليكتش الأول وأقول لك تعمل إيه لو لا قدر الله حسيت إن عندك الأعراض مشاكل في القلب والتنفس وأحيانا ضعف في السمع وأحيانا اكتئاب وأنيميا فيه كليكشن حاجات ومشاكل ممكن أقولها لك مش هيكفينك كلامة معناها دلوقتي فأنا مش أتكلم معناها أقول لا علشان ما خدكش بيس يا مان بيس بيس إما كنتش تخضيت بعد ده كله لازم تاخد بالك إن بمجرد ما تحس إن عندك الموضوع ده عالج نفسك فورا طيب عالج نفسي إزاي؟ أولا إنت بتتوجه مباشرة لدكتور غضاد صماء لازم هو اللي يتابع معاك وبيبدأ يديك أدوية معينة برضو تحت إشراف بالإضافة لبعض مكملات اليود بتكون مهمة جدا 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 برضو تحت إشراف الدكتور مش من مزاجك لإن في بعض الناس بيكون معاها أمراض تانية أو ناتج عن الموضوع عن مرض تاني لو خدت مكملات اليود لوحدات هتكون كرسة وهتسبب لك مشاكل أكبر بكتير فأنت لازم سواء الأدوية الخاصة بدكتور غضاد الصماء سواء مكملات اليود لازم 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 تكون تحت إشراف طبيب طيب جميل إيه الحاجات اللي أنا أكلها هتفرق معايا بشكل كبير أولا في مرض اسمه هشموتس ديزيز أو ده هشميتو ممكن نبقى نعمل حلقة عنه بإذن الله ده عبارة عن مرض مناعي بيهاجم الغضاد الدرقية النوع ده لازم 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 تاخد بالك إنه مش بتاخد معا مكملات يود علشان كده قلت لك مكملات اليود لازم تكون تحت إشراف دكتور مفاش تخدها أنت الوحدة كده دي أول نقطة تاني نقطة إنك هتزود من الخضروات والفواكه والبقليات زي العدس والفول والكلام ده كلام ده هيفرق معاك بشكل كبير لازم تاخد بالك برضو إن لو في زيادة في الوزن لازم تقلل وزنك لأنه هنا عندك مشكلة إن الحرق مش متضبط نتيجة إن الهيرمون في مشكلة فأنت مع الموضوع ده ممكن تتبع نظام غذائي علشان تقل في الوزن برضو يعني دي حاجات بتزود معاك بالإضافة إنك بتقلل من المنتجات اللي بتحتوي على فول الصوية لأنها بتقلل من امتصاص الأدوية بالإضافة برضو إنك بتاخد العلاج أو بتاخد دول الغدد بعد الأكل بفترة مش في فترة الأكل لأن الأكل بيعيقوا امتصاصه برضو طيب جميل هنا بقى هسأل شوية أسئلة لذيذة كده اتسألناها فلازم نستعرفها هل أول نقطة هل الموضوع بيأثر على الحمل؟ بيأثر بشكل كبير جدا 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 لو أنت عندك مشكلة في الموضوع ده فأنت خد بالك أنك ما تحمليش الفترة دي لأ عالج الموضوع الأول علشان ما يحصلش لقدر له إجهاد أو تشوهات في الجنين أو 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 عالج المشكلة الأول وبعدين يحمل إبراحتك بإذن الله تاني سؤال هل الكوليستيرول بيزيد نتيجة الموضوع ده؟ آه لأن الغدد النخامية نحن قلنا الضرقية لما الضرقية يحصل فقط قصور الغدد النخامية هي اللي بتبدأ تشتغل وبالتالي بتزود لي الكوليستيرول في الدم نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وصل اسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفترة اللي بنعملها بإذن الله على نظر الموسم كان معك الدكتور أحمد الشامي تنساش تتبعي على الإنستجرام تويتر كيسبوك هنرد عليك بإذن الله في أسرع وقت بس كده وللمرة الأخيرة لازم أقولك أنت هنا أو إحنا هنا مش بنقول حاجة تغنيك عن الكشف بتغنيك عن التحليل بتغنيك عن أي شيء الجزء العلاج الطبيعي تمرين تعملها في البيت الجزء اللي ممكن يكون ميديكال جنرال شوية زي النقرس زي الضغط زي السكر زي قصور الغدد الدرقية كل دي حاجات إحنا بنقولك هنتات أو حاجات تاخد بالك منها أنت أنا مش بشخصك ولا بعالجك عن طريق فيديو بس كده سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر